اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعظمك نباركك من كل القلب يا رب لانك من يجدك يجد الحياة يا رب مبارك اسمك الى الابد نشكرك يا رب لانك وعدت قائلا حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطه فاحنا مجتمعين باسمك يا رب وانت النهاردة معانا يا رب بقوة الروح القدس يا رب تعطي كلمات مناسبة للمشاهدين يا رب وتتعامل مع كل من يحضر ويشاهد هذا البرنامج يا سيدنا يا رب نفوس كتيرة محتاجة لشخصك يا رب يا رب نفوس مقيدة بقيود الخطية محتاجة انك انت تفكها مؤمنين يا رب في تجارب صعبة محتاجين سندة من عندك محتاجين تدخل الهي من عندك يا رب زور كل بيت يا رب وزور كل شخص يا رب واعمل معجزات عظيمة في هذه الايام يا رب برجوع الكسرين الى شخصك يا رب قود الحديث وقود البرنامج لمجدك يا رب اخفينا وازهر انت للنفوس لان النفوس تحتاج لك انت يا ربنا يسوع المسيح لك يا رب يسوع كل الماجد امين 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 حقيقة الليلة سهرتنا راح تكون عن معجزات الرسول والقديس بولس حابين نبلش بالمعجزة الاولى واللي هي معجزة القضاء عادة المعجزات دائما بيفتحوا العيون ويشفي الابرس والمخلع لكن بهال المعجزة ايه واللي هي من اعمال 13 الشهد اعمال 13 من 6 الى 12 يا ريت بالبيت انتو كمان تمسك الكتاب المقدس وتمشوا معانا انا حقر اخ باسم ايس فضل ايس فضل قال لما اجتاز الجزيرة الى بافوس وجد رسولا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باري يشوع كان مع الوالي سيرجيوس بولوس هو وهو رجل فهيم فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله فقاومهما عليم الساحر لان هكذا يترجم اسمه طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان واما شاول الذي هو بولوس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال ايها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة فالان هو دا يد الرب عليك فتكون اعمى لا تفسر الشمس الى حين ففي الحال سخط عليه ضباب وظلم فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى امنا مندهشا من تعليم الرب يا اخ باسم نحن نسمع عن المعجزات بدي معجزة القضاء ايها انا خابك يا محبوب تخبرنا عن اعمال عن بار يشوع وعن اسم بار يشوع امين اه صحيح امين يعني بوليس بيكلم الوالي خلي بالك الوالي اسمه سيرجيوس بوليس عشان محصلش لابس يعني اه يعني انتو خلي بالك يبقى احنا النهاردة بتكلم عن معجزات القديس بوليس بوليس بيكلم سيرجيوس بوليس تمام يبقى الوالي اسمه سيرجيوس بوليس والقديس الرسول اسمه بوليس فبيكلم في واحد بقى اسمه بار يشوع اه ده مالو ده ده رجل يهودي وبعدين يعني يهودي يعني مفروض عارف كتاب العهد القديم يعني من التكوين الى ملاخي اه لكنه كان ساحر وكان نبي كذاب فحاول هذا النبي الكذاب حاول هذا الساحر انه يعمل ايه انه يفسد الوالي عن الايمان الوالي نفسه يفهم كلمة ربنا يقولك رجل فهيم يعني ايه ربنا فاتح ذهنه وبيستخدم عقله ما المشكلة لما الواحد بيستخدمش عقله يدي عقله اجازة ربنا ادينا المخ والعقل علشان نفكر به اه سرجيوس ده كان رجل بيفكر وبيسمع كلام الرسول بوليس وبعدين هذا الرجل كان بيقاوم الرسول بوليس وكان بيحاول يفسد الوالي عن الايمان ده يدي لك فكرة اخي عقوب انه ممكن واحد يكون اسمه اسمه مقدس يعني تعرف يعني بار يشوع بار يعني ابن ويشوع يعني مخلص لان يشوع في العبري هي نفسها يسوع فده معنى اسمه هذا اسمه مقدس ابن المخلص او معنى اسمه ابن يسوع ياه ابن يسوع بس ولا ابن يسوع ولا حاج ده ابن ايه ابن لابليس وبعدين نبي بس النبي كذاب فالرب قال انه ستأتي اي انبياء كاذبة ورسول يحنى قال ضد المسيح يأتي صار الان اضاد كثيرين للمسيح فهو اسمه ابن يسوع لكن هو ابن ابليس رجل يهودي لكن ومفروض يعني عنده الكتاب المقدس وعنده العهد القديم لكن ما استفادش منه ما استفادش من نور الانجيل نور كلمة الله مفروض سراجه لرجلي كلامك ونوره لسبيلي كمان ابتدى يستخدم السحر يعني له علاقة بالارواح الشريرة له علاقة بالشيطان مع انه الله بالعهد القديم بيقولهم انه لا تتفائلوا لا سحروا بالضبط بيينفل الكلام ده وبيمنعوا تماما وده يخلينا الاول قبل ما نشوف ازاي بولس يعني نزل عليه قضاء ده يخلينا والمشاهد الكريم معنا يعني لابد يكون عندنا روح التمييز اه مش اي حد يقولك انا ابن يسوع مش حد يقولك انا نبي اي واحد يحاول يفسد عمل الله يبقى مش من الله اه يعني انت لما تروح تكلم واحد عن المسيح وبعدين هذا الواحد يبتدي يوتوب حيبتدي يوتوب وحيبتدي اسمه كلامك يجي له واحد تاني في سياب الحملان وده الاخطر يعني الاخطر لما الاسد او الزئب يلبس لبس خروف خروف او حمل يبقى اخطر من الزئب الواضح او اخطر من الاسد الواضح فهنا المفروض الواحد يعرف ده جايين يقول لي ايه الاخ يعقوب جاي يزورني بيقول لي توب طب حلو بيقول لي بيكلمني عن الرب يسوع المخلص هادينا حياتي حتبتدت تغير يجي له واحد يحاول يفسده عن هذا الطريق حاول ان يفسد الوالي عن الايمان اه يبقى هنا لازم المشاهد يميز اللي جاي يقودني الى المسيح ولا اللي جاي يفسد عمل الله في حياتي تذكرني بقصة بولوس لما رح على تيرية دول اهل تيرية رجعوا على الكتاب المقدس فيتأكدوا من كلام بولوس اه كان اهل برية اشرف اشرف من الذين نفيه تسالونيكي يتأكدوا من انه هذا كلامه مزبوط ولا هذا كلامه المزبوط بالضبط مش اي حد يقول لي كلام اهلواء هذا الساحر هذا النبي الكذاب هذا معنى اسمه ابن يسوع لكن ايه بقى كان يريد ان يفسد الوالي عن الايمان لازم كل شخص يكون عنده تمييز هذا الخادم جاي يقول لي ايه الخادم اللي يقول لك كنيستي وكنيستك ويقول لك ايه ده اللي زرق ده لا 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 ده مش تبعنا لا ده مش عارف ايه طب ما انا اشوف اللي الجاي ده بتقولي تبعنا والمش تبعنا تبع المسيح جاي يكلمني عن الرب امين ولا جاي يفسد حياتي انا اكون عنده تمييز هقوله يعني تبعنا هي اللي مسيحية اتقسمت هي الكنيس واحد لبولوس واحد لبولوس ما الكنيسة واحد فيمكن يمكن باريا شوعدة الساحر ده الناب الكذاب يمكن راح للوالي سرجوس يقوله لا 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 ده دولا مش من طيفتنا دولا مش مننا اه دولا مش مننا دولا يمكن مش من كنسيتنا حقه هنا ناس كتيرة بتحاول تفسد طريق الرب علشان كده اه بولوس كان عنده روح تمييز امين وبولوس يقولك امتلأ من الروح القدس وشخص اليه وبولوس هنا ليه سلطان ارجع ليه بولوس هنا شخص ممتلأ من الروح القدس اه علشان اه في البداية يقولك اه في عدد اتنين من الاصحاح وبينما هم يخدمون يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه يبقى داي اخي عقوب مش واحد رايح الخدمة من تلقاء نفسه ولا واحد فرز نفسه للخدمة من تلقاء نفسه ولا واحد فشل في الشغل في العالم فقالك يلا اخدم الرب ولا واحد رايح بقوته ازتية لا دعا نفسه اه دعا نفسه مش كلا اه اه قالك يعني اللي يطلع من روحه تطلع روحه ويطلع روح الناس مصبوط لكن ده شخص ايه شخص يعني الروح القدس افرزه للخدمة وهنا نقطة مهمة جدا ان الخادم لازم يدعى دعوة من الروح القدس ولازم كمان الكنيسة بتاعته تكون مصادقة يعني كان في الكنيسة اه 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 وهم يخدمون الرب ويصومون امين فهنا يعني اه في واحد يقولك انا الروح القدس دعاني والكنيسة بتاعتك الكنيسة المحلية بتاعتك مصادقة مصادقة على الامر مصادقة على الامر الكنيسة هي اللي بتحكم هل انا فعلا شخص اللي هي موهبة وشخص روحاني وشك كده فادي اللي خلى بولس يمتلئ من الروح القدس في حيثيات في حيثيات انه الكنيسة مصادقة على خدمته اولا كمان الروح القدس مصادقة على خدمته كمان في ناس بتصوموا تصلي يقولك فصاموا حين اذن وصلوا ووضعوا عليهم الاياد ثم اطلقوهما يعني هنا بولس ليه سلطان يعني قال له يد الرب تكون عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين هذا القضاء هذا القضاء بس تحس ليه سلطان يبقى مين الخادم اللي ليه سلطان الخادم اللي يكون مدعو من الروح القدس الخادم اللي الكنيسة بتاعته ايدته بتأيده بتصادق على خدمته الخادم اللي الكنيسة بتصلي حين اذن فصاموا حين اذن وصلوا ووضعوا عليهم الاياد عشان كده الكنيسة لازم تعدد الخادم يا اخ ياقوب لازم لازم تعدده بالصيام ولازم تعدده بالصلاة الخادم في الصفوف الامامية لازم فيه جنود مخفيين يصالوا من الاجل هنا بقى اه معجزة قضاء صح بس هنشوف برضو ان فيها معجزة بارك تمام فالان هو زياد الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس شو بقى الى حين خطبك معدده ما انتبهت الانوه بس حلوة لمدة معينة بجوز اه لمدة معينة يعني شايف صح مواجز قضاء لكن تحس فيها برضو كمان نعمة بجوز نعمة امين يعني زي ما بتقول كده ايه ده اخر انذار لك تاخد لباله مثل ما صار مع بولوس نزلوا اعمى عن الارض اه بالزابط يعني كفاء اعمى كفاء اعمى وبعد كده فتح له قلبه وبعدين حنانيا راح وراح صلاله ووقع من عينيه شيكنا وقشور سعطان نعم هنا يا بري الشوع يا نبي يا كذاب يا اللي بتحاول تفسد عمل الله يا اللي انت اسمك ابن يسول لكن انت ابن ابليس يا اللي تستخدم السحر والشعوزة يا ده الرب عليك تكون اعمى لا بتبصر الشمس بس الى حين يعني يا سلام على نعمة الرب يا اخي يا سلام على نعمة الرب يعني اه اعمى بس بدي لك فرصة بدي لك فرصة ان ده مش قضاء نهائي يا ايه يعني دي لك فرصة توب وارجع وكمان بعد شوية يعنيك هتفتح بس ربنا عايز بصير قلبك تكون اعمى الى حين دايما ربنا لما يجي يبارك يبارك بسرعة يسرع في البرك لكن لما يجي معجزة قضاء حتى يعملها ايه لفترة محددة لفترة محددة تكون اعمى الى حين والاحلى انه بقى سيرجيوس الوالي صار مؤمن اه امنة من تعليم الرب امين انا بنتبه كمان انه المعجزات الرسل بيعملوهم كان لمجد الرب اه مش لمجد انفسهم وراح نحكي بعد الموضوع بعدين كمان بزرع حابب يا ريت كلنا هيك نفتح لأعمال الرسل 14 ونجي للمعجزة التانية بسياق كلامنا يا محبوب فضل واللي هي معجزة شفاء مقعد من بطن امه الشاهد هو من اعمال الرسل 14 من 28 وكان يجلس في الاسرة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قد هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه واذراء ان له ايمانا ليشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا فوثب وصار يمشي فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة لكوانية قائلين ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا فكان يدعون برنابا زيفس وبولس هرمس اذ كان هو المتقدم في الكلام فاتى كاهن زيفس الذي كان قدام المدينة بثيران واكالين عند الابواب مع الجموع وكان يريد ان يذبح فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا الى جمع صارخين وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلونا هذا بنعمة الرب بهال الموضوع يا محبوب حابين من هالمعجزة نعرف المعاني الروحية بهال المعجزة يا محبوب يعني اصدق الاول المعنى الروحي للرجل العاجز عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط شايف التعبيرات والمترادفات أنا خابب المعنى الروحي بعدين نروح لدور الايمان بعدين موقف الناس بنجي لبعده طب اللي مهلك عليك امين سؤال سؤال كده بص يا خاقو المعنى الروحي الاول المعنى الروحي للعجز يعني شوف المترادفات عاجز الرجلين لما خلاص لا مقعد من بطن امه ويتاني ولم يمشي قط قط يعني عايز اقولك اني يعني حالة مفقودة الامل نمر واحد عاجز الرجلين ما خلاص انا خلاص عايز يدي لك كمان معنى احمق ويثبت الكلمة سوري بالتكرار عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط انا اشوف فيه صورة ليانا وصورة ليكنت قبل ما نتعرف على المسيح مظهور ها انا ذا بالاسم صورته صورته وبالخطية حبلت بامه من البطن سميت عاص يعني من امتى الانسان خاطي من بطن امه يتولد يتولد ايه يتولد خاطي عاجز عن ارضاء الله مقعد يعني هو والارض حاجة واحدة ماسك في الارض وماسك في الخطيئة وماسك في الارضيات ولم يمشي قط وعمره الانسان ما يعرف يمشي في طريق الرب بمفرده انا عن نفسي ماعرفش يكون اختبارك يشبهني ولا لا ياما حاولت امشي في سكة ربنا بمفرده بقوة بقوتي ياما 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 وعدت ربنا يقول له يا رب خلاص اخر مرة انا اعمل الخطيئة دي بس فشلت انا مقعد انا انسان عاجز ماعرفش ازاي ناس ينادوا انه انا ممكن استطيع ان افعل شيء انه انا باصلح ذاتي اصلح ذاتي لما انت عاجز الرجلين مقعد من بطنهم لم يمشي قط الانسان عاجز عاجزا كليا عن المشي في طريق الرب في افسوس بيحكيها بعد اقوى من هيك اه مش بس عاجز يحكي عنه ميت ميت انتم اسكنتم اموات اموات بالزنوب والخطايا اه صحيح يعني هون مقعد هو بعد بس حقيقة نسدني يا اخباس لو ما روح الله مين فينا قادر يفتح عينهم بالضبط ده حتى بعد الايمان الواحد لما يحاول بقوته يفشل يعني بولس قال كلما اريد ان افعل الحسنة اجد الشر حاضر عندي لذاك لا افعل الخير الذي اريده بل الشر الذي لست اريده اياه فهذا الانسان المقعد بتاع الاسطرة الباق اسمها الاسطرة المقعد اللي من بطن امه اللي لم يمشي رمز للانسان في عجزه وفي ضعفه وفي ضعفه وفي فشله عن ارضاء الله بقوته ازتيه طيب هلا بنجي لدور الايمان بالموضوع لانه ناس سمعوا هلا بس دور الايمان بالموضوع يا محبوب دور الايمان يعني يقولك فشخص اليه واذ رأى ان له ايمانا ليشفى امين اه حين بقى مش عجزي انا تحولت عن نفسي تحولت عن قدراتي امين تحولت عن امكانياتي الى الايمان ايه الايمان الثقة في الله الثقة يا رب انا عاجز بأمور انا ترا اه انا عاجز بس انا لي ايمان عندي ايمان اضع ثقتي فالله القادر على كل شي امين فهين بقى قوة الايمان او هنا عمل الايمان قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا فوثب وصار وصار يمشي هنا بقى مؤجزة يقامت واحد مفلوش واحد مقعد بس هنا الظهور الايمان زي ما حدتك بتقول هو امن امن هو وثق في الرب فاكر واحد جيلي التلاميذ وكان ابنه فيش طانه ويرميه في النار وفي المية وكده التلاميذ ما عرفوش فرح قال لرب كنت انت تقدر ان تفعل شيء اعنا فرح قال له لا ان كنت انت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع لدى المعنى فالمعنى الروحي انا عاجز وبيقول له بيقول له انا يعني اعن ضعف ايماني اؤمن فاعن ضعف او عدم ايماني يعني انا مؤمن ايمان يساوي سفر يعني كمية ضئيلة جدا والرب تقول له طب ينفع حتى اليمان القليل ينفع امين فانا هنا يعني بادع كل شخص مقعد يعني نشاهد مقعد حرفيا مقعد روحيا يعني كف عن محاولاتك وكف عن امكانياتك ووجه عينيك عينين اليمان الى الرب يسوع إذ رأى ان له ايمان امين اليمان يا رب انا ثقتي فيك امين انا انسان فاشل انا انسان مقعد لكن يا رب قوتي فيك انت ورب يقول له تكفيك نعمتي لان قوتي في ضعفتك بنعمة الرب نحن بنحن نشوف هلأ موقف الناس اه لما بيصير معجز زي مرات في موقف الناس بياخدوا مواقف دائما بس يصير شيء بس الرب يعمل عمل بحياة حابين نعرف موقف الناس المتغير هو فعل موقف متغير انت قريت الموقف الاول لكن مارشي الوقف التاني شكده برضو مزبوط انت قريت انه لما لما شافوا المعجزة امين الجمع لما رأوا ما فعل بوليس رفعوا صوتهم بلغة لكاونية قالوا ان الالحة تشبهوا بالناس قالوا دول مش بشر تأليه البشر وده يعني امر خبير جدا جدا افتع امر تأليه البشر تأليه البشر يعني البشر حتى ولو كانوا قدسين وقدسين افاضل يعني لا ننكر ان بوليس قديس محترم امين مجمو في منتهى الخطوة ان الالحة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا وكان عندهم يبدو اتنين الهة او اله وابنه زفس وهرمس زفس وهرمس طب مين المتقدم بوليس فيبقى بوليس الاله الكبير ومين اللي يعني شوية مش متقدم برنابة يبقى ده زفس الاله الصغير ايه ده ده موقف موقف التاني موقف معاكس لهذا الموقف بعد شوء طبعا هم ادولهم لا ازاي ده احنا بشر وكده يعني حاجة لموقف الخدام لكن قم اليهود مش كده برضو في اية 19 من اصحاح ثم اتى يهود من انطقيا وايقونية واقنعوا الجموع فرجموا بوليس وجروا خارج المدينة ظنين انه قد مات تحول الموقف لما نحن بنخبرهم عن الراب بجوز اذا نحن ماشيناهم سيارناهم بجوز يقولوا لنا انتم ما في احسن منكم يعزمونا بس لما بنجي لكلمة الراب ونوقف عند اشياء هني مش ماشيين حسب كلمة الراب بجوز يرجمونا كمان مش مش حرفيا بس بجوز بجوز بكلام امين يجرحونا بالكلام والكلام بيكون اقوى من الحجارة نحن بدنا نشوف كمان موقف الخدام اللي بيخدموا الرب هذه الخدام ممكن لكل الناس اللي بيخدموا الرب يعني اي انسان كان بالظبط بنعمة الرب بالظبط هنا يعني لو دول الناس عايزين مجد من العالم يا سلام بفرصة عظيمة ده احنا حنبقى قليح انت فكر داريوس الملك اللي كان في ايام دانيال دحكوا عليه المراذبة والشحن للوزراء قالوا انه انت كلك عظم وملك عظيم بس ينقصك حاجة واحدة قالوا ايه ينقصني قالوا ينقصك انك تبقى اله فالله ده مش الناس بيصلولو قالوا انه خلي خلاص احنا نخلي الناس يصلولك لمدة شهر عجبه الفكرة كمان تبقى اله مؤقت لمدة شهر فيها حية اسمها اله مؤقت قالوا اي حد يطلب طلبة من اله او من انسان الا منك انت يترمي في جوب الاسول يلا امضي واختم قالوا يا سلام يلا العظمة انا حبقى اله لمدة شهر وزع جابني الواضع اه خليها اكتب امدة شهر تاني اعمل اكستنشن يعني لكون اله لكن هنا لا خدام الرب هون خدام الرب الامناء امين يعطونا المجد للرب امين يعطونا المجد للرب اه شوف كده فلما سمع الرسولان برنابا وبولوس مزقا سيابهما واندفع واندفع الى الجامع صارخين وقال ايوها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن ايضا بشر تحت الالام مثلكم امين زي بيقولك كان اليا انسان تحت الالام امين هنا موقف الخادم المحترم خادم الرب يعطي المجد للرب ومحاولش ابدا يخلي الناس تعظمه او تأليه وهيدي يعني مرات بيجوز الناس بيسمعوا بيقول خادم بس نحن يعني على كل انسان بيتكلم عن كلمة الرب دائما لازم يحط المجد للرب المجد للرب يعني ما فيش نظوم يكون بس اسيس بس خادم للرب يخدم الرب بينات الناس يعني اي انسان كان الانسان الخادم الحقيقي لا يقبل مجد من الناس قالوا ليحنى المعمدان يعني الناس سبقوا راحوا ليسوع يعني ما له يعني بغي ان ذلك يزيد فنحن ننقص كل هذه النوقات بنعمة الرب هناخد بريك يا اخباسم ونرجع مع السادة المشاهدين دقائق والرب بارككم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتم تشاهدون قناة الارامية بإمكانك عزيزي المشاهد ارسال دعمك للفضائية الارامية على العنوان البريد التالي اي بي ان بي او باكس سبن تو فور وورد لايك ميشيغن فور ايت ري نين زيرو او من خلال زيارة موقعنا الالكتروني على الانترنت www.abnsad.com كما يمكنك عزيزي المشاهد مراسلتنا على البريد الالكتروني abn.abnsad.com او من خلال الاتصال المباشر على الرقم 248-416-1300 شكرا لدعمك ولمحبتك والرب يباركك فرعون اول من قال اخطأت في الوبوك واي اخر لم يرصد الله ابنه في العالم فتح احد الباب ادخل اليه وعشى معاه وهو احبائنا المشاهدين مرة اخرى نشكر الرب من اجلكم من اجل السهرة الحلوة معكم مع الاخ والدكتور باسم اندريا نحن حابين نسمع منكم كمان بنعمة الرب اللي عنده صلاة اللي حابب يسأل سؤال نشكر الرب من اجل الاخ باسم هو مستعد يجاوب حابين نكمل بالمعجزة التالتة واللي هي من اعمال الرسل اصحاح ستاعش من خمسة وعشرين لأربعة وثلاثين بتقول نحو نصف الليل كان بولوس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونين يسمعونهم فحدث بغت زلزال عظيم حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن ورأى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظنا ان المسجونين قد هربوا فنادى بولوس بصوت عظيم قائلا لا تفعل ان يقتل نفسه لا تفعل بنفسك شيئا رديا لان جميعنا ها هنا فطلب ضوءا واندفع الى داخل وخرى لبولوس وسيلة وهو مرتعد ثم اخرجهما وقال يا سيد ماذا ينبغي ان افعلك اخلص فقال امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب حنكمل فاخدهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون ولما اصعدهما الى بيته قدم لهم مائدة وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله انا حوقف دلوقت يعني قراءة هون ولك نشكر الرب يعني اعطينا فكرة عن الموضوع يا محبوب والقصة هذي بشكل عام طبعا هي المعجزة انهم صلوا فابواب السجن انفتحت امين القيود كلها انفكت امين وكمان يعني فيه سيطرة على كل الناس المسجونين ولا واحد طلع اه ولا واحد هرم فدي معجزة في حد زاد امين لكن يعني فعلا حلو ان احنا ندي فكرة عن الخلفية اللي حصلت فيها المعجزة دي المعجزة دي طبعا حصلت في فيليبي واللي حصل انه كان فيه واحدة فيها روح عرافة يعني ايه تقرى الغايد الغايد عن طريق الشيطان الشيطان يعرف ما يعرفش المستقبل لكن يعني لو لو تسرقت ساعتك ورحت لوحدة فيها روح عرافة وطلها مين سرق ساعتي تعرف تعرف تعرفش تعرف لازم تعرف لانه شي ورد يصار يعني مشكلة وبس هو مين اللي خلى واحدة سرق الساعة بتاعتك الشيطان الشيطان فالشيطان هو المدبر الحكاية وخلى الواحد سرق الساعة بتاعتي اما انا لو رحت الواحدة طبعا دي ده شر شر اروح للعرافة وقول لها مين سرق ساعتي تقول لي و بقى هذه الجارية اللي فيها روح عرافة كانوا بيمتلكوها ناس الناس يروحوا هي تقرالهم او تقولهم الاسرار بتاعتهم وحاجات صح وحاجات كذب والناس يدوها فلوس يقوا الناس الممتلكين هذه الجارية ياخدوا الفلوس فكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها على فكرة يا اخباس المودي اطعك بس حقيقة حتى بديتشويت في ناس انا يعني بقولك انه بالقسم من جوز مسيحيين بينزل ويدوروا على عرافات وعلى اشياء دا شر دا شر صدقني بي 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 دا شر توخد لبالك اللي عايز احصل لها حمل واللي عنده مشكلة واللي عايز الرزق الف في شغله واللي مش لاقي شغل ومش لاقي زوجة واللي مش لاقي ايه واللي قولك مكتوب له كتاب وفلان كل الكلام دا شعوزة كل كلام دا اتحاد وتواصل مع ارواح الشر المهم بقى الغريب جدا يا أخ يعقوب انه هذه الجارية اللي بيها روح اعرافة اتبعت بوليس ورفيق وسيلة وقعدت تقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص مثل كأنه يعني عم تعمل شي كويس خلي باك كلام محترم مين يبينطق على لسانها الشطان بتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص طيب حلو يعني لو انا كنت طلحت لها كده عشرين دولار وطل خدي قولي تاني بعملنا ازاع في البلد ايوة احنا عبيد الله العلي اهو حتى يعام بلاش لكن هنا بقى ايه بولس هنا كانت تفعل هذا اياما كثيرة فضجر بولس الكلام ده في اية 18 من نفس الاصحاب فضجر بولس والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في تلك الساقة وانت تسألني هتسألني اي ليه بولس الضجر لانه ليش الضجر يلا اسألني احييت اسألك يا اخلاس ليه الضجر طيب ليه الضجر ما عند الكلام الشيطان كويس اه في حاجة اول حاجة الرب لا يلزم مشهادة من ابليس امين تاني حاجة دي خدعة امين الستة الديول فيها روح الشيطان كتعزة يومين ثلاثة وبولس وسيلة يمشوا وبعدين تجمع الناس وتقولهم انا تبع بولس اه انا تبع سيلة اه انا بتاعت ربنا مش هو حتى شهد لكلامي وكنت انا مشي معاه تعالوا 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 اكملكم الحجاية صحيح يسوع طريق للخلاص لكن توجه طرق اخرى كتير للخلاص بس هو ما كانش فيه وقت عشان بولس يشرح حالكم تعالوا انا اشرح لكم باقي الطرق للخاص وضيعهم وضيعهم ابليس زايما لما يجذب يجذب نص كذبة يبتدي بكلام صح وبدين يكمل ايه سكر مع فسان اه كده فهنا بقى بولس لقى الضجر ورح اخرج الروح الشرير منها فلما رقى مواليها انها قد خرج رجاء ما كسبهم مسكوا بولس وسيلة وجرهم الى السوق الى الحكام والحكام بقى من غير ما يفحصوا الامر يعني وضعوا عليهم ضربات كثيرة وضربوهم بالعصي وحطوهم في السجن واوصوا حافظ السجن بقى راجل كان كده شرير وفظ وغليز القلب قالوا توصى بالزبام متى النهاردة عشان كده يقولك وهو اذ اخذ وصية مثل هذه وضعهما في السجن الداخلي ووضع ارجلهما وضبط ارجلهما بالمقتارة لغاية هنا بقى بولس وسيلة جوه السجن وبعدين بقى المعجزة تمت ازاي في نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجنون يسمعونهما حصلت تزعزعت اساسات السجن انفتحت في الحال الابواب كلها هدي المعجزة انفتحت في الحال الابواب كلها انفكت قيود الجميع ومع ذلك ولا واحد هرب السجان بس كده لقى هو كان نايم صحي لقى الابواب مفتوحة قالك بس انا كده ضعت طالما يهربوا المسجين يبقى هو ياخدوا العقومة بتاعتهم يعني كان القانون انه السجان لو هرب منه السجين كده هو بياخد العقومة بتاعتهم كم واحد قوة السجن كتير هياخد عقومة الناس دي كلها قالك لا اكيد في ناس بحكم عليكم بالاعدام انا اقتل نفس مسك السيف وكان مزمع ان يقتل نفسه وهنا بقى بوليس ناداها بصوته العظيم لا تفعل بنفسك شيء انا ردي جميعنا ههون مش بس انا انا وصيلة كل المسجين طلب دوق ممدهش دخل ايده دول الناس اللي انا يعني ضربتهم ضربة عنيف يا سيدية ماذا ينبغي ان افعلك اخلص امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت اهل بيتك خاتهم في تلك الليلة وخاتهم بيته وغسلهم من الجراحات انا بوليس انا اللي ضربتك انا اللي عمدتك سمحني سمحني يا سيلا انا اللي جراحتك يا حبيب انا كنت غبي انا كنت ضال سمحني وغسلهم بالجراحات وعمل لهم مائدة وتحلل هو اهل بيته هو خلص وهو اهل بيته وتحلل واعتمد اذا كان قد امن بالله دكتور باسم من جهة المؤمن كيف يقدر ان يفرح المؤمن بالضيقات يعني مش بس عم يفرحوا انه عم يصلوا ويرنموا كمان بالسجن انا حابب هذا يعني كيف المؤمن يقدر يفرح بالصعب صحيح يعني على رأيك يعني لو بنقول مثلا لو الكتاب ذكر انهم في نصف الليل كانوا بيصلوا اقول لك بيصلوا يعني من الحزن من الالم على احد مشقات فليصلي زي ما بيقول الرسول يعقوب لكن هنا ده بيرنموا بيرنموا وقت القلم هنا يوري لك اخ ياقوب انه الفرح المسيحي فرح رغم الظروف الصعبة فرح اسمه فرح مش لانه لكن اسمه فرح مع انه مع انه اه يعني مع انه مع انه مع ان الظروف صعبة ومخالفة لكن ايه لكن هنا فرح فرح بالرب فرح بالرب حبقوق حبقوق كان عنده جنينة زرحها تين راح يشوف التين ملقش في ظهور وبعدين عنده جنينة تاني زرحها عنب راح للعنب شجر العنب ملقش ولا عنقود عنب طيب وبعدين في بقى عنده جنينة زرحها زتون راح يشوف الزتون ملقش غير زتون كاذب يعني زتون تعبان تعبان قال طيب احنا زرين شوات امح وشعير نروح بقى للحقول ملقش فيها امح طيب وعدين هو عنده صروة كما اسمه صروة الحيوانية مذود عنده بقر وعنده غنم راح للبقر يا أخ يعقوب ليه البقر كله مات راح للغنم ملقش ولا غنم سكرت من كل الجهات فالاختبارك يا أحب قوق قال فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حاملة في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما فاني ابتهج مش افرح ابتهج بالرب أفرح بإله خلاص وعشان كده احنا بنقول للمشاهد يا أخي عقوب ربنا ما وعدناش بطريق مفروش بالورود والريحين تاخد لبالك وعدنا بطريق صعب الف العالم سيكون لكم ديق لكن وعدنا ثقوا اه ثقوا انا قد غلت العالم وعدنا انه رغم الظروف الصعبة نبقى فرحانين فيه أخ تاني كمان مزمور 73 كمان شاف الأحوال بتاع العالم كله كويسة وتاعوا تعبانة ده أساف أساف بس لما خرج برا المقادس لما خرج برا المقادس قال ده الناس الأشرار دولة ده مسترحين صحتهم وصحتهم وعيونهم الجاحزة من كتر الشحم يا بس كين هو اللي في قسمه فيه شحم ده مصيبة ده في كل استرول يعني حلين الواحد بيحاول يعمل ضيطة عشان يخسل الكوليستيرو قال عينهم جحز وقال ليس في موتهم شدائد لكن لما دخل المقادس قال من لي في السماء ومعك لا أريد شاء فهنا بوليس فرحان تفكر تلميذ تلميذ فبدأ سفر أعمال بسكوهم وضربوهم ورجعوا فرحانين يقولك أما هم فذهبوا فرحين ليه قال أنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم آمين يعني في حد ينضرب يبقى فرحان أما هم فذهبوا فرحين شوف كده في أعمال خمسة ابتداء من آية 40 فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم تمام وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم تخيل واحد اتجلد يروح يعني فرحان أو حزين فرحانين من أجل من أجل اسم يروح مكتائب يعني واحد اتجلد شوف كده وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم يعني الرسول إحنا نستاهل إحنا نستحق إحنا هل إحنا نستحق نهان من أجل اسم المسيح كان ده سبب فرح وتعزيح وهب لكم من أجل اسمه لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجل اسمه نوصل يكون عنا هيدا الفكر اللي يعني يعني عارف دي معجزة في حد ذات يعني نحن بنحكي عن معجزة أنه السيجن فتح لكن معجزة الفرح رغم الأحزان الفرح رغم الظروف الصعبة دي معجزة في حد ذاتها لا تقل أهمية عن أن السيجن نفسه يتفتح يجعلها بإلو كل المؤمنين هيدا هيدا المعجزة صدقني صحيح هيدا بعد كده هو بعد كده لفليبي الأهل الفليبي دول اللي هم بيت السجان ووحدة اسمال يدي والناس اللي أمنوا في فليبي هو بعيدها من فين من السجن من السجن من السجن الروميا أول حاجة أموري قد قالت أكثر لتقدم دي يعني أمرك قالت أكثر لتقدم ده أنت في السجن يعني قناة القرمية جاءت عامت معاك لقاء في السجن مثلا بس بس مباشر من السجن قال لا ده أنا في السجن بربح ناس للمسيح وكمان بيقول لهم افراحوا في الرب كام حين كل حين وأقول لكم أيضا افراحوا معاهم حاولوا يحزنوا بيقولوا له فيه إخوة عم يحكوا ويقولوا مين بولوس نحنا كمان منوعظ نعم منوعظ ممالو خليهم يوعظوا فرحان المؤمن اللي شايف اللي عنده الرؤية شايف الصورة رب وموضة وأنا شايفك أنت فرحان يا أخي أمين إياك ظروفك مية مية نشكر ظروفك مية مية ولا عشان فرحان نشكر رب يسوع يعني مفيش في شدة فيه مفيش مفيش إنسان يخلم منها أبدا أشكر رب يسوع أشكر رب يسوع أنا بمص فيك كده بشوفه فرح المسيح أشكر رب يسوع حياتا هو فرحنا نشكر نشكر نحن فينا مفيش نشر بس سؤالي أنا أنا إذا الرب فتح لي باب السجن سديني أنا كنت بهرب يا دول الأخوة هون بولوس وسيلة واللي معاهم قعدوا بالسجن إيه إيه الحكاية دي يعني ده يعني تمييز روحي من الرسول بولوس وسيلة وبروح قد سيطروا على ناس كلهم ولا حد يطلع ونسألوا أمين أمين ليه بقى لأنه بولوس شاف أنه السجان ده ها ويمكن كانوا بيصلوا من أجله طول الليل أمين شاف أنه لو هربوا السجان ده حيهلك بيموت حيه حيموت ده ده هو هيمسك السيف وهيقتل نفسه فهنا المحبة المسيحية أمين ها هنا المحبة المسيحية آآ عشان هذا السجان آآ ما يتأذيش أمين وخلي بالك من حتة أنت تعرف أن بولوس وسيلة دخلوا السجن بمحض إرادتهم دخلوهم قالوا أوك من ندخل آآ يعني كان ممكن ندخلوش مضبور ليه كان ممكن ندخلوش لأن بولوس لأن بولوس الجنسية بتاعته رومانية وسيلة برضو رمان ولو هم بس طلعوا الباسبورت بتاعمل اي دي بتاعمل ام اي دي بتاعمل مرة بولس كان حيجلدوه قال الأمير ايكوز لكم أن تجلدوا إنسانا رماني غير مقدى عليه انت رماني انا ااسف طب يا بولس يا سيلة ما اتطلعوا الإي دي بتاعكم وتقول احنا رمانيان لا ربنا بيقول لنا ما تطلعوش ادخلوا على الحافس ولما دخلوا شافوا السجان فضل قلب يضربهم يا رب يصلوا يا رب فلما انفتحت ابواب السجن وسقط قد جميع طب السجان طب احنا لو هاربنا السجان ده حيموت وحيهلك لا مش هنطلع عشان خاطر السجان يعطينا مشاعر المسيح قلب المسيح نحو الناس اللي بعاد عنه انت بتقول قلب المسيح انت عارف ان انت فكرتني بحاجة لما قلت الكلمة دي طب سداني انت قلت الكلمة دي بالروح القدس يعني انا شايف هنا بوليس وسيلة فيهم رمز للمسيح ليه السجان بعد كده هيخلص وتنفقوا قيود الخضية بتاعته طب وازاي لما بوليس وسيلة اتحطوا في السجن واتحطت رجليهم في المقطرة واتضربوا بالعصي يعني السجان حر وبوليس سجين رمز للرب يسوع المسيح اللي احتمل الالام عشان انا الخاطي اخلص وامجو من الحلقة ما لم يدخل بوليس السجن ما لم يضرب بالعصي ما لم توضع رجليه في المقطرة ما كانش خلص مين ما كانش خلص السجان السجان فهنا بوليس رمز للمسيح اللي احتمل الالام من اجلي ومن اجلك عشان احنا الخطاء نخلص حتى بالقص بظل القصة دي بيكونوا حتى المساجين قاعدين بيتسمعوا عليهم هن بيرنموا وبيصلوا كمان يعني هم بركة يعني المؤمن ملح ونور وينما كان يعني كل اللي حواليه بيحول المكان لنور لمكان نور المسيح حتى ما معنوا بيقولوا المقطرة ومحل اللي يحطوهم في السجن الداخلي كان صعب طب ايه رك انت برضو فكرتني بحدة ايه عشان احنا المؤمنين اه الناس المحبوسين في سجن الخطية يسمعونا عشان نكون مؤثرين في النفوس اللي حوالينا لازم حاجتين الحاجة الاولى لازم نصلي كتير امين والحاجة التانية لازم نبقى فرحانين امين تخلي بالك الصلاة بتفتح الابواب وتخلي القيود بتاعت الخطية اللي في الناس تنحل امين كمان الناس لما يشوفونا فرحانين يعني ايه رأيك انا بقى لو ركت الواحد كده وانا مكش قوله الرب يسوه بيحبك ولما تجيله حيفرحك يقول لي مش باين دكتور باسم انت تتكلم على ايه حيقول لك ايه تتكلم على ايه مش باين ما كان فرحك انت انا ليه اختبار اقوله لمجد الرب يا اخي عقوب لما كنت في اولى طب وكي وكت في ايوم من ايام فرحان اوى اوى بالرب ممتلئ بالروح فرحان واخي الشركة انت مع رب جمده وبعد يروح لكلية وقز دكتور كبير متعصب في الكلية عندنا في مصر يندع لي او يخدت على هنا قلت له نعم قال لي ليه دايما ما اشوفك فرحان ليه دايما ما اشوفك فرحان انت اسمك ايه قلت له انا اسمي باسم قال لي انت باسم وشكلك باسم باسم ما تقوليش ايه 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 سر الفرح اللي في حياتك والكتاب قال المستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم وبوقوة روح قدس يا اخي عقوب وقلت له انا فرحان لاجل علاقتي الطيبة مع الرب قال لي ايه بتقول مين قلت له علاقتي طيبة مع الرب عد اسبوع وقابني وقال لي وقعد على الكرسي ده وقعدت جنبه اللي حكيلي عن الرب لمدة ساعة ونص يا اخي عقوب احكيلي عن الرب المخلص والفادي والصليب لانه شافني فرحان فبقول للمؤمنين عايزين الناس يسمعوكم صلوا كتير وافرحوا بالرب الرب يعطينا حقيقة طيب مع هذا وكله كيف بيرد الرب الاعتبار لخدامه يعني مرات بنهانه الخدام بنهانه انت جاي في الحتة في الحتة الاخرانية بظن من صلاتنا من قراءتنا ما تحبش يسألني في السجان ده زي خلص يعني هو ده سؤال بيسأله او او خلاص خلاص اهم ما هو السجان مش بس لوحده اه بولس في فليبي بيربحه هو والعائلة مع بعضها طيب انا هايدي الفكرة بدي أقولها كمان يعني عن موضوع تخلص انت واهل بيتك عن هذا الموضوع كتير مهم يعني الاول ازاي اخلص ازاي اخلص خلاص السجان اه سؤال امين تمام اليمان ام بالاعمال كمان حلو هذا ما سؤاله ايجابته امين يعني انا لفت نظري انت كنت عزي يعني تعفيني من سؤال تعفيني من هذي السؤال مع انه مريت عليها شايفها حتة مهمة امين يعني يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص يلا ديني كده لست اعمل ايه عشان اخلص ما هي العادات التقاليد اللي لازم اعملها يعني اه يعني هو مفكر انه ايو هات يكتب عندك لابد انك تطعم مئة فقير او نمر اتنين لابد ان تكسو مئة عريان اه اه نمر اثلاثة تشارك في علاج المرضى او نمر اربع تزلل كده وتصوم لك كده شهر في السنة ونمر اخامسة تروح لك كده مكان من اماكن مقدسة كده وكده يعني ايه تزورها ونمر استة ونمر اعشرة ووووو وبعد كده ربي ننفخ في صورتك وتخلص امين عندنا انتصار من الاخت ريما يلا معاي الاخت ريما على الخط هلو مرحبا بالاخوة المباركين الرب باركك يا اخت ريما شو اخباركم انشكر الرب انا برحب بالدكتور باسم اندريا ترحيب خاص انت بركة النا ولكل المشاهدين دكتور باسم وانت كمان سبب برك انت برك يا اخت ريما رجل الله المبارك شكرا والاخ جيكوب كذلك عندي سؤال اخ باسم دكتور باسم يعني انا معكم من اول الحلقة اتخذ ريما والتركيز على معجزات رسول بولوس سؤالي انه هلأ بالقرن الواحد وعشرين عم نشوف انا عم بحكي لك كمؤمنة عم بشوف جزئين من الكنائس او من الخدام ناس عم بركزوا على اه المعجزة وعلى انه اه انه على الحصول المعجزة ومؤمنين رائعين قديسين كما اسهم حية ما بصروا على المعجزة فصار انا عندي تشتيت يعني هل ارجع لأيام بولوس واطالب الرب بشدة ام انه ارتخي فانا رح اقبكوا باي باي عشان اروح اسمع الجواب ربي باركك نحن حابين اسمع الجواب كمان ايوا فعلا يعني صدقني سؤالك رائع جدا في ناس كل تركيزهم على المعجزات على ان المريض يشفى ان واحد مثلا عنده كانسر لازم يشفى وهو دي يعني اعظم وافضل شيء تلوبه من الرب ونسيين معجزة الخلاص وتغيير النفس من الخطيئة الى حقيقة البر والقداسة وكمان بينسوا انه لتكن لا ارادتي بل ارادتك يعني ممكن يكون الرب هدفه او قصده ان يظل المرض لكن يعمل معجزة اعظم من المرض في انه يرفعني انا فوق الالم ودي معجزة لا تقل عن الشفاء والكلام ده حصل بعه بوليس نفسه مش نرجع لايام بوليس بوليس نفسه كان عنده شوكة في القسد وصلى يا رب شيل الشوكة قال له مش هشيلها يا رب انا تعبان يا رب تعبان اعمل معاي معجزة يا رب يعني بوليس اللي هو ناسه كان بيعمل معجزات محتاج الرب يعمل معا معجزة قال له لا رب مش هشيلها فصلى مرة تلتا قال له يا رب وخلق مش قادر استحمد قال له بص يا بوليس ما تصليش تاني من اجل الحكاية دي انا مش هشيل الشوكة بس انا حرفعك فوق الالم بشوف ناس يا اغتريما عندهم امراض صعبة جدا في صلوات بترفع من اجلهم وهم عندهم ايمان وثيقة في الرب وهم كمان بيصلوا والرب مش بيشفيهم لكن الرب بيرفحهم ويشجعهم ويديهم فرح وسلام الهي غير عادي ويرفحهم فوق الالم دي في حد ذاتها معجزة انما لا ننكر انه قد تحدث معجزة قد تحدث معجزة يعني صلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان فعل خطية تخفى له فاحنا نترك السلطان كاملا للرب نقول له يا رب احنا بنصق فيك انت قادر على اجراء المعجزة انت ان كان مثلا مرض مستعصي انت قادر انك تشفيه وانحنا واسكين في قدرتك لكن ناحية التانية احنا رب بنسلم لك مش بنملي عليك امر معين او طريقة معينة تتدخل بيها شفاء احنا بنقبل الشفاء والمجد كله يرجع اليك ترفعنا فوق الالم يبقى برضو امين تعزينا وقت التجربة وتعزينا وقت الالم يبقى امين الواحد لو فيه يعني زي قناة فيها مية وفيه مركب عايز يعدي وبعد لقيه صخرة فالمركب بيسطف الصخرة طب المركب عايز يكمل مشوار طب ايه اللي هيحصل ازاي المركب يكمل مشوار واحد يقولك لازم الصخرة تتشان لا فيه حل اخر حل اخر ده اختريما ان منسوب المية يرتفع والمركب يعدي مع وجود الصخرة فهان كتيرة يظل المرض وبنقول للشخص اللي عندك مرض مش معنى كده ان ايمانك ضعيف لكن معنى كده ان ربنا بيمتحنك اكتر وطوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لانه اذا تزكينا الاكليل الحياة فانا احب ان المؤمن يكون معتدل لنيلغي المعجزات نهائيا ولا نركز عليها يكون هو ده هدفنا الوحيد في علاقتنا مع الرب دكتور باسم نشكر رب من اجل الجواب ان شاء الله اختري ما يكون شافي وكافي بنعمة رب رح ناخد كمان بريك ونرجع مع المشاهدين دقائق بنعمة الرابع اشتركوا في القناة 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 الاي دي لو طلع الباسبور الامريكي الروماني الامريكي الروماني وقال انا يا روماني ولا حد كان ادري يمسه يا رب اطلع الباسبور الاروماني رب قاله لا اسيلا بيقولك ايه الرب قاله يا اخي بيقولي بروح قوس قواه كده او عتقول ان انا روماني دخلوا وخدوا العلق المزبوطة وضربوا بالعصي وتحطوا في سجن الداخلي وبعدين عرفوا الهدف ليه ربنا ما قالهمش يطلعوا الباسبور الاروماني السجان خلص طيب بعدين بعدين لما جاء النهار ارسل الولاء وقالوا للسجان حافظ السجن اه خلاص طلع الاتنين دولار براءة وهنا بوليس وسيلة ربنا قالهم لا هتطلعوا كده كأنه عاملين لكم عاملة يقولوا الرسل دولا يمكن شرقوا ولا حاجة ترموا في السجن لا ده لازم ربنا يرد اعتبار خدام نبي فقال لهم بوليس ضربونا جاهرا غير مقد علينا ونحن رجلان رومانيان الله هلت روماني وليه وقالقونا في السجن افالآن يطردوننا سرا هلا يعني يعني تضربني في السوق وتيكي صريحني في الحارة وكأن نعمل لعملة ما الناس لما شافوهم بيضربوهم قالوا ده مجرمين لا لازم يرد الاعتبار بل يأتهم انفسهم ويخرجون فاخبر الجلدون قالوا لا بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا انهما رومانيان بس كده فجاءوا وتضرعوا اليهما من فضلك سمحني انا ما كنتش عارف انك انت روماني يقولوا طب والنفرد يا اخي والنفرد مش عارف ان انا روماني يا اخي عميني كواحد مواطن عادي حتى مش روماني انت بتضربني اللي انت ادي انت فرصة دافع عن نفسي طب معليش احنا اسفين طب هات رأسك ابوسة اوه كده خلاص بس متعمل هاش تاني حكاية دي واخرجوه عشان كده من حق المؤمن انه يعني يستخدم وضعه اللي رب حطه فيه يعني مفيش مانع بس يستخدمه بارشاد من قبل الرب فجاءوا وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسألوهما ان يخرجوا من مدينة فخرجها من السجن ودخلاه عند اليدية امين يعني مش هربو راحوا عند اليدية لهم كانوا ربحوها للرب برضو في بداية الاصحاح وابصرها لالاخوة وعزياهم ثم خرجا نسميها كرامة بعد الهوان يعني الهوان هو الرب يقول اكرم الذين يكرمونني بزرع واي خادم للرب الرب دائما حيكرمه وحيردله الاعتبار بيقول له انت اسكت انا حدافع عنك بص كده فيه آي بتقول ايه من يخدمني يكرمه الآن فالخادم مكرم حتى وهم بيتضربو مكرمين عند الرب وبيتضربو بمحد ارادتهم بيتضربو وفرحنين ولكن الرب يرد اعتبار خدامه ويظهر انهم ابرياء ويظهر للعالم كله والناس كلها براءة بوليس وسيلة يعني مش انه واحد بيدرب المؤمن ولازم مثل بوليس مندرب في يوم بيقول ليه تدربني ليه يعني بيسأل السؤال يعني ما فيها شيء دا قال له يضربك ايه الحق دا مبيض مبيض حابين نروح لأعمال عشرين على قصة افتيخوس كده طب نعدك المعجزة الكام دي هاي دي المعجزة رقم اربعة 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 وهي بأعمال الرسول الصحاح العشرين من عدد سبعة لاثناش وفي اول اسبوع كانت تلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خطبهم بوس وهو مزمع يمضي في الغد واطال الكلام الى نصف الليل وكانت مصابيح كثيرة في العلية الذي كانوا يجتمعون فيها وكان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق واذ كان بولوس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبق الثالث الى اسفل وحمل ميتا فنسل بولوس ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطرب لان نفسه فيه ثم صعد وكسر خبزا واكل وتكلم كثيرا للفجر وهكذا خرجا واتوا بالفتاة حيا وتعزوا تعزيا ليست بقليلة ايوه انا قلتلك بالبداية انا افتيخوس بعرف عنها كلمة معناتها افتيخوس يعني فقير بقى كلمة اسمه مش عارف معناتها انا بظن انا ما اظن يبدو انه فقير روحيا فقير بنعمة الرابج صار غني بعدين بس يا رب خلينا اسمع عن افتيخوس يا محبوب سقوط افتيخوس اعس اور بداية قصة افتيخوس اه وبعدين بولس وقع عليه واعتنقه وبعدين صعد به وايه اتوا بالفتاة حي وتأتعز سؤالك ما هو السبب سقوط افتيخوس في الحقيقة ربنا مر اداني فيها تأمه لاخ جاكوب انه افتيخوس دخل كده العلية اللي كان فيه الاجتماع فبص الناس كده قال دولة مش من مستوايا دولة مش من مستوايا ما تقعدوا يعامل وصليهم كانوا مثلا فرشين حسر ولا فرشين مفرش على الارض كده قال لك دولة مش من مستوايا انا مستواة تاني انا مستوايا اعلى من الناس دي العلية فراح اعد اعد في الطاقة ما تقعدوا اعمل مع الارض اعمل مع الناس قال لا دولة مستواة وانا مستواة تاني يعني زي ما واحد كده نفكر ان مستوى الروحي اعلى من مستوى اخواته حيقه وقعته زي حيقه حيقه وقعته يعني صعبة جدا قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح طالما واحد حيقول مستوى يا كده مستوى الاخوة في الكنيسة كده محدش عاجبه طالما محدش عاجبه في الكنيسة ونازل ينتقد وخلي باكه ولم يبصرهم من فوق كده قاعد في الطاقة نظرة فوقية يعمل ايه قال يشوف اخطائهم يوصى عليهم من فوق ما تخليك وسطيهم يا عام ما انت واحد منهم لا 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 انا مستوى اعلى انت فاكر بطرس قال للرب يا سوء ايه قال له بصي بقى يا رب انا مستوايا غير بقى التلاميذ كل التلاميذك دول يا رب في كوم وانا في كوم تاني انا حاجة تاني يا رب ان انكرك الجميع فانا لا امكرك بقى كده بطرس هتقع هتسقط قال له بقى انت بتقول كده بتقول انك ان انكرك الجميع انا لا انكرك يعني انت حاسب نفسك احسن بقى التلاميذ قال له اه اه كلهم دول ممكن ينكروك الا انا محمد زي افتي خص حاسس مستوى اعلى قال له طيب قبل ان يرسيح اديك مرتين تنكرني كام ثلاثة مرات حشكده في يوحنى واحد وعشرين بعد ما بطرس اتعلم الدرس رب قال خد تعال يا سمعان ابن يونة اتحبني اكثر اقصر من هؤلاء قال له بص يا رب انا احبك لكن اكثر من هؤلاء دي انت معرفهاش زمان كنت اقول لك انه انا بحبك اكثر انه احبك انا مستويه اعلى منهم لكن لا 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 انا مش ناقص اسقط تاني ها تلات مرات اتحبني اقصر من هؤلاء لا يا رب انا بحبك يعني لو جيه الرب يسألني النهاردة قال انت بتحبني قال له يا رب يحبك يقول لي طب انت بتحبني اكتر ولا اخوك الفوشيك في الخير من ده جيكوب قال له بصراحة بيله هو يعني بيله جيكوب بيحبك اكتر بس انا مقدرش احكم مقدرش اقول ان انا احب الرب اكتر منك هنا افتيخس وقع لانه جالس الجلسة عالية عالية قال دول مستواهم الروحي لا يتناسب معه مستوايا حاجة تانية سبب سقوطه لانه هو في الطاقة يبقى يبصوا عينه كده العالم الشارع بصوا عينه كده يلاقي ايه يلاقي الوعزة انت مع الوعزة ولا مع العالم طالما المؤمن يبقى يعني عين في الظلمة وعين في النور في تديني كنا بنرنمها لما ديس احزمان نقولك عين في الظلمة وعين في النور لا مش ممكن يا شطور مش ممكن نسلك في الظلمة ونقول احنا ولاد النور في العلية تأخذ بالك فيها حاجة كان مصابيح كثيرة نور العلية يعني هنا وبره طبعا الشوارع اذا ما مكشلت نور فهنا عين في الظلمة وعين في النور لا مش ممكن يا شطور احنا فتيخص ما تبص يا عم في النور لك ما بصص بعيني دي في النور طب وعينك دي حتقع حتقع العين لازم تبقى عين موحدة اه عين موحدة يعني الرب بيقول له العروس قد سبيتي قلبي يا اختي العروس بعين واحدة يعني عين واحدة مش عين وعين خلي بالك معايا معناها العين الموحدة ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا ما هي العين البسيطة اصي فيه عين بسيطة وعين شريرة او في الطب فيه عين بسيطة وعين مركبة ايه العين المركبة عين الزبابة عين مركبة واو تعاف كده عين الزبابة اه عين مركبة عشان كده متاضحش بسهولة تموت الزبابة ليه عين مركبة فيها كذا عين عين تبص قدام وعين تبص فوق وعين تبص تحت وعين تبص يمين وعين تبص الشمال عين مركب لا العين البسيطة اللي ما تعرفش تنظر إلا على هدف واحد يعني قال للرسول بص أسعى نحو الغرض عيني موحدة لكن أفتيخه السبب سقوط ونمر واحد أنه جالس جلسة وحاسب نفسه أعلى من باقي إخواته ما تقرس معهم يا عام قال لا هنقرس فوق الحاجة الثانية عين بره في الظلمة وعين في العلية اللي فيها إيه مش قرينا كده هم عدد ثمانية وكانت كل كلمة لها معنى مزبوط يعني مش كده بس يعني بيوصف لك الدكور بتاع العلية وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها يعني فيها نور فيها نور وفي الشارع في ظلمة ما كانش في الشوارع تدور زمان مش كده بردو مزبوط فإدعين في الظلمة وعين في النور حتقع تلمى شوية تبص للعالم مغريات العالم وشر العالم وظلمة العالم وبتحن للعالم وتقول لأ برضو لأ أروح لاجتماع برضو مع رب يبا حتقع حتقع الموقف دكتور بياسن موقف الخادم من الأخ الساقط أنا حابب نسمع عن الموضوع حيلا كمان حاضر يعني الخادم اللي أصدر تقول إنه بولس بولس فنزل بولس ووقع عليه واعتدقه يا رب يا أخ جيكوب يكتف في كنيسنا أبي الخدام اللي قلبهم حنين عن نفوس الساقطة أبي مش ما هو يستاهد ما هو مين قاله يقلص في الطاقة ما يامه لنا له أهو قالك كلامي أهوأع أهوأع أحسن دك انتعبنا في الكنيسة يلا في شماتة لا لا في وجع قلبه شماتة إن انصبق إنسان فأخزه في ذلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل حازم بالروح الوداء يا رجل ناظرا إلى نفسك لألا تقرب أنت عدد يساعدنا الرب وإحفظنا من الشماتة في الناس الساقطين أنا ممكن أسقط أنت ممكن ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أن داء أيضا يا بطرس أنت أحسن واحد ترعى أخواتك ليه يا رب قالوا ما أنت حتكون حنين حتكون حنين على الصغ هنا بولس ساب الوعظ يعني أصفي خدام أهم حاجة أن يوعظ طب يعاموا النفوس التعبانة النفوس الساخطة لا هو أهم حاجة أن يطلع المنبر يوعظ لا ده يعني خلي بالك من حاجة أنه تان بولس بيوعظ رح بطل يوعظ ورح شاف النفس الزاقب فالخدمة مش بس وعظة على المنابر الرعاية مش بس أن أنا أعرف أوعظ كويس إنه ذكرتني بالقصة تبع الحبشي كمان عنده نهضة الرسول أبولوس مش أبولوس فليبوس عنده نهضة في غزة والرب يبعثه لشخص حبشي يدور عليه بالضبط يعني النفس مهمة وهنا بقول للرعاة بتقول الكنيس أمين وبقول للخدام بقول لهم اسألوا على الناس الساقطين اسألوا على المؤمنين الضعفاء قصوص الكنيس رعاة الكنيس وخدام الكنيس مش لازم يكون يعني قصة أو خادم متفرق بحب الراب دور دور على خلوق الزر أنا بقول لك أنت هو أنا بقول لك أنت هو الخدمة مش وعظ الوعظ جزء من الخدمة لكن السؤال على التعبان يا سلام لو فيه روح الرعاية يعني معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك على قطعانك يعني يعقوب زمنه وكبير على الغنم يقول لي اللبان يعني كنت باهتم بيها في الليل في الشتاء في التالج دووت كراعي جاء أسد ودوب خطف وشات راح دخل في معركة عنيفة وأنقذ أنقذ الشتاء أنا حابب أنه فرح الكنيسة هيك بدقيقتين يا أخ بيقول عن أنه صار فيه وأتوا بالفتاة حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلات دقيقتين أبل ما ناخد بريك حاطة يعني زي ما رجوع نفس ضالة إلى الكنيسة يكون سبب بركة وتعزية للكنيسة الكنيسة لازم تسأل على الضعيف ولازم يرجع مرة تاني الكنيسة الكنيسة تصلي من أجل الضعفاء الكنيسة تفتقد الضعفاء الكنيسة تعتنق الضعفاء الكنيسة مستشفى للضعفاء ولما يرجع الضعفاء مرة تاني حتصير تعزية ليه ما فيش تعزيات في الكنيس عشان الكنيسة اللي يجي يجي ما يجيش لا روحوا اسأله يا جنيسة يا مؤمنين روح اسأل على الضعفاء ولما يرجع الضعيف حتكون هناك تعزية وفرح مش بس برجوع الخاطر للمسيح لكن كمان برجوع المؤمن الصاقر للمسيح المحبة تصطر كسرة من الخطايا ذكرتني بخاطر تبع كورونتوس لمنبولوس مرة تانية ببعث لنا رسالة بيقول له دلوقتي هو تاب شددوا له المحبة يعني خلاص يكفي انه عزلتو بس دلوقتي ردو مرة تانية للخراب مش لما يعزلوه هيخ تخلصنا منه يا باي ولما يرجعوا يتوب لا من قالك انه تاب لا ادي فرصة واعتنق عشان يكون فيها تعزية وسبب فرح برجوع المؤمن الصاقط يقول كده من رده خاطئا عن ضلاله يخلص نفس من الموت ويستو القصر بنعمة الرب حناخد بريك وبنعمة الرب نرجع معكم مع هالسهرة الحلوة مع دكتور باسين رب دكتور بريك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساعة سبعة ونص بمطعم ماركوس على الميل الاربطاعش ورايا حيكون الدكتور باسم اندريا مع الاخ غسان بطرس وبنعمة الرب نشوفكم هونيك حنكمل بأعمال تمانية وعشرين من واحد لعشرة ولما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعم الليطة فتقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد لانهم اوقدوا لنا نارا وقبلوا جميعا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد فجمع بولوس كثيرا من القطبان وضعها للنار فخرجت من الحرارة افع ونشبت في يده فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بذلك قال بعضهم لبعض لابد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو نجى من البحر فنفض هو الوحش الى النار ولما يتضرر بشيء ردي وامهم فكانوا ينظرون انه عتيدا ينتفق او يسقط بغتة ميتا فاذا انتظروا كثيرا ورأوا انه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو اله وكان فيما خور ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبوليوس اسمه بوبوليوس امين واضافنا بملاطفة ثلاثة ايام فحدث ان بوبوليوس كان متجعا معتري بحمة والسحج فدخل اليه بولوس وصل ووضع عليه يديه فشفاه فلما صار هذا كان الباقلون الذين يهم بهم امراض في الجزيرة يأتون ويشفون فاكرمنا هؤلاء اكرامات كثيرة ولما اقلعنا زودونا ما نحتاج اليه نجاة الجميع بهالقصة يا محبوب الدكتور باسم المؤمن وسبب البركة اللي فيه يعني انت عايز تقول انه الناس اللي كانوا مع بولوس في السفينة امين والرب قال له وهبتك نفسك وجميع الناس اللي زينا معك امين امين فعلا هاي معجزة فعلا معجزة يعني انه سفينة تتحطم في البحر وربنا يوجد جزيرة قرب المكان اللي تتحطم في السفينة ولا واحد يغرق حسب بعض الرب يا بولوس مش بس انت اللي حتنجو لكن كلهم كمان اللي في السفينة ينجو معك امين وكان عددهم متين وستة وسبعين شخص هذه معجزة معجزة امين طب ايه سؤالك بقى اه شو سبب المؤمن وسبب البركة اللي بيكون فيها وليه طب ما انت قديك سألت السؤال وجوابت فعلا يعني هنا شو بركة اللي صارت هنا الوعد البولوس وهابتك نفسك بس يا رب قالوا لا وجميع اللي زينة معك هنا يعني دي كده المؤجزة الخمسة كده احنا ذكرنا اربع معجزات مش كده برضو مظبوط المؤجزة الاولى كانت قضاء اعماء الساحر الاسم مبارية شوع مظبوط وبعدين اقامة المفلوق من بطن امه مظبوط وبعدين المؤجزة التالتة التالتة كان المؤجزة انفتاح السجن وخلاص السجان وخلاص السجان امين والربعة كانت يعني شفاء جلسة افتيخوس افتيخوس اللي كان على كان حيموت ورقعت له نفسه فيه مظبوط وهذه الخامسة نجاة بولس من الهلاك والغرق والبحر وكمان خلاص البقية هنا يعني بقول لو فيه معنى روحي انه المؤمن موجود في سفينة والسفينة موجودة في العالم في البحر اللي يشير للعالم لازم المؤمن يكون سبب بركة للناس الحوالين زمان رب قال ابراهيم انا اباركك بس رب لا انه اباركك وتكون بركة وتكون بركة المؤمن موجود في شغله شغله ده سفينة سفينة لازم يكون سبب بركة للناس في شغله مش اقول لو اتكلم عن المسيح هيتردوني من الشغل لا يتكلم ويكون سبب بركة للناس الحوالين المؤمن ساكن في حتة الحتة دي تقطعوها سفينة سبب بركة للناس الحوالين انا موجود في بيتي دي سفينة سبب بركة بركة للمرأة والأولاد فدي هذه المعجزة حلوة فيها معنى روحي حلو انه وهبتك نفسك وجميع الذين معك في السفينة بوريس كان سبب بركة وخلاص للمتين ستة وسبعين شخص بنعمة الرف كمان المؤمن له سلطان على الحياة دي المعجزة رقم ستة هم نزلوا على الجزيرة اللي تدعى ماليطة ماليطة وبعدين البرابرة قدموا لهم إحسنات غير المعتادة وطبعا هم طلعين من الماء بردنين فأوقضوا لهم نار بوريس كمان جابش حطب وحطب على النار طلعت أفعة من الحرارة تعبان كبير وحش كبير ورح عمل إيه رح هابش إيد بوريس فالبرابرة دوله قالوا إيه بقى قالوا ده أكيد هذا الإنسان قادل ليه لأنه لم يدعه العدل يحيى ولو نجى من البحر وده يوري لك حاجة مهمة جدا إن الله هم شرفوا من برابرة دولة اللي فجزية لفاصل البحر بالعدل العدل العدل فرغم إنهم يعني نفس أكيد كانوا يعني وسنيين الله بيتواصل مع البشر بتواصل مع البشر بيبصوا للسامة كده شفين قالوا أكيد في خالق عظيم لهذا الكون وهذا الخالق لابد أن يكون عادل وعندهم فكرة عن الله يسمونه هنا العدل 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 ويبدو إن ربنا يعني عشين هم ناس عندهم يعني أمانة وبيبحثوا عن الله ربنا بعث لهم بوليس طيب لا هو مش شرير ولا حاج ولا قتل ولا حاج هنا معجزة رح فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رديء هنا معجزة القاء الحية في النار القاء التعبان ده في النار أمين يعني وريلك برضو يعني سلطان المؤمن على إبليس على إبليس أمين أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو أمين مش كيه برضو أمين مش لازم يعني الواحد يجرب الرب ويجيب تعبان ويخليه عضه لا طبعا لا تجرب الرب إله لكن هنا التعبان من الناحية الروحية الحية القديمة أي إبليس المؤمن لا يخاف من إبليس قاوموا إبليس فيهرب منكم أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو مع أنه ذكرتي بقصة الحية النحاسية كمان كانوا الناس ينظروا ليها وبيعجوبة كانوا يشفوا من اللدغات بالعهد القديم كمان ده الحية النحاسية ترمز المسيح لكن كان في حيات محرقة تعدهم مزبوط مش كده بردو لما هم تزمروا أرسل لرب الحية المحرقة لدغت الناس ما تقاوم كسرون مزبوط فهنا بقى نظروا الحية النحاسية لتترمز المسيح لكن هنا الأفعة دي يعني إبليس متجسم وعايز يقضي على بوليس الحية القديمة أي إبليس لكن المؤمن له سلطان على إبليس يعني أصغر مؤمن اللي بي آمن بالرب يسوع ما ممكن يدوس على الحية يدوس على إبليس إبليس تحت الأقدام إبليس ما كانوا تحت الأقدام يترمي في النار وده يوريلك يعني النهاية بتاعت إبليس مش كده برضو مزبوط يعني إبليس بعد كده حيطرح في البحيرة المتقدة بالنار ده يعني الصورة النهائية لما سيحدث لإبليس لإبليس حابين نسمع عن شفاء أبو بليو أنا لحديد هلأ اسمه اسمه يا ليت سأعني اسمه هو أبو ببليوس هو بس كده حدثك مقدم السفينة اسمه بوبليوس بوبليوس فأبو بقى أبا بوبليوس أبو هذا لكن طب مش عايز نشوف حتة برضو عن موقف الناس برضو المتغير يعني في معجزة شفناها أنه قالوا دول أليها وبعد كده رجموهم هنا موقف البشرة الأول قاله ده شرير ده مجرم يعني عكس الثاني عكس لما شف المقعد الأول قاله آلهة وبقد رجموهم هنا العكس قاله ده شرير ده بين له قاتل نقى من الغرق العضل قام له التعبان بعدين لما بوليوس رحرم التعبان في النار قالوا إنه إله ما فيش إبا فيش مثلا إنه إنسان بس مؤمن ومحترم لا إمة شرير إمة تفرجيك الإنسان دائما متطرف متطرف لإمة ده قاتل ده كده إمة هو إيه هو عبر الله إله فتيجل اللي بعد كده بقى المعجزة السبعة شفاء أبا بوبليوس طيب مقدم السفينة مقدم الجزيرة اللي هو يعني الوالي بتاع الجزيرة الشيخ بتاع الجزيرة أكرمهم أه أكرم يقولك فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة ثلاثة أيام الأول البرابرة أكرموهم وقابلهم الحطب ودفوهم وكده لما سمع الوالي أو الشيخ بتاع الجزيرة استضاف 276 واحد وعنو بوليوس برضو هنا صاب ببركة للناس كلها أمين طيب استضافهم كم يوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام واستضافهم بإيه بملاطفة حلو برضو يعني الرب الله يباك مديون لأحد أمين حاشة لي أني أكرم الذين يكرمون لأني طيب ده أبو مريض متجعا معتري بحمة جسمه سخناوي وسحج يعني حاجات كده إصابات فيها دم طيب وبعدين بوليوس يدخل بقى فدخل إليه بوليوس وصل يعني هنا اسم الرب تمجد صلى يا جماعة ده أنا مش إله خلوا بك معايا ثم قالوا أنه إله لا 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 استنى بقى ده أنا بصلي أهم إيه ده ده مش إله ده الإله الناس يصلوله هنا بوليوس بقى بيعطي النجد كاملا للرب فهنا صلى ووضع يديه عليه فشفاه يعني يا بوليوس أكرمتنا برضو إحنا أكرمناك حاشة لي أن أكرم الذين يكرمون يعني أقول أني أي حد بيكرم خدام الرب لابد أن الرب يكرمه ماذا كده برضو؟ أمين آه يعني دي حاجة كده عشان ناشي يكرمونا أمين بنعم أمين صدقني كحاجة عامة ببليوز امتياز امتياز صدقني خدام الرب امتياز بيخدم بوليوس وبيخدم اللي معاه وبيكرمهم وبيضيفهم بملاطفة طب أبوك المريض يعمل إيه إيه يشفى ومش كده بس كل الناس المرضى في الجزيرة بتحتك يتمي شفاقهم ما البرابير كمان ما أحسن أليهم يلا فلما صار هذا كان البقون الذي نبيهم أمراض في الجزيرة يأتونا و يشفونا وبقى خلاص كل الجزيرة يعني باتت ولا واحد فيها مريض حاجة يعني لذيذة قوي قوي طب ابتدر قال لك الله دا أكرام الخدام دا حاجة حلوة طب حلو فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة تاني بقى ولما أقلعنا زودونا ما يحتاجوا إليه يعايزين أكل عايزين لبس عايزين حاجات أكرموهم إكرامات غير هدية وهم ماشي ذكرني بالرب يسوع كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل متسلط عليه إبليس أيو صحي يعني خدامه هون نشكر الرب استخدم بولس لحتى يتمجد اسم الرب بهالموضوع بنعمة الرب أنا حابب عنا دقائق بعد بس حابب أنه عندك شي كلمة للناس هيك بالأخير هيك الموضوع نحطه مع بعضه طب نراجع مع بعض الأول كده سبع معجزات او ريت مش كيه برضو أيوة راجع عشان لفسني يعني لو نسيت حاجة نسيت أنا أقول لك طيب المعجزة الأولى مع معجزة قضاء القضاء يعني الساحر النابي الكذاب مع أن اسمه ابن يسوع بس هو نبي كذاب مغرقش الأسامي فحاول يفسد الوالي عن الإيمان الوالي اسمه سيرجيوس بولس وراح بولس قال له أيها الممتلئ كل غش تكون أعمى بس إلى حين إلى حين عشان بديك فرصة أنك تتوب هادي أربعجزة هاي واحدة التاني التانية أعمال 14 شفاء المقعد المقعد ابن بط أمه أمين لم يمشي موقف الناس قالوا ده أليها بعد شوية تغيروا قالوا نرجمه المعجزة الثالثة انفتاح السجن في أعمال 16 وخلاص السجان المعجزة الرابعة شفاء أفتيخوس اللي كان وقع وقع من الطاقة بس بولس قال نفسه فيه احتضنه وأتى بالشاب حي المعجزة الخامسة نجاة بولس في السفينة اللي تحطمت هو والمتين ستة وسبعين شخص اللي كانوا معه المعجزة السبعة السلطان بولس على الحية التعبان مسك فيه رح بولس رما في النار ومحصلهش أي حاج والمعجزة السابعة هي شفاء أبا بوبليوس مقدم الجزيرة وزي أكرموهم وزي ربنا أكرم بوبليوس وأكرم كمان كل الجزيرة وشفاء كل الناس اللي فيهم أمراض في هذه الجزيرة سبع معجزات للقديس بولس إذا كان المجد يرجع فيرجع للرب بوحده أمين وفي كل المعجزة كان بولس يعطي المجد أولاً وأخيراً للرب يسوع المسيح له كل المجد أمين 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 أحباناً المشاهدين كل كل شخص يعطي المجد للرب يسوع المسيح الله يكرمه وكل شخص لحد اليوم ما عنده هالعلاقة مع الرب بس يطلب بإيمان بإيمان بتصير معجزة بحياتك بس أنت تطلب من كل قلبك يقول له يا رب يسوع غير حياتي خليني يتحول من شخص عادي إنسان بجوز مسيحي بالإسم بجوز أي شيء يقول له يا رب بدي هالعلاقة الشخصية أنا متأكد هذه معجزة المعجزات اللي بتصير بحياة كل إنسان يكشف الله عن عينيه ليعرف الرب يسوع مخلص لحياته أنا بصلي أنه حقيقة يكون في تغيير بحياة الإنسان لأن أنا عارف كثير ناس هون بيعرفوا القصة براسهم بيعرفوها يعني بيعرفوا موت وقيامة المسيح ودم المسيح بيعرف بسامعين بس بعد مش مأسرة لقلوبهم أنا بصلي أنه معجزة المعجزات إذا في شخص بس بس بيركع بيقول له يا إله السماوات أنت تصير أبوي السماوي وهو ينقلنا من عائلة آدم إلى عائلة المسيح هذه عجوبة هذه معجزة صحيح إنه نكون بآدم الذي يداهب للدينونة ده مش بس من عائلة آدم من عائلة الشيطان لأن الرب قال له أنتم من أبه هو إبليس يعني بولز بيقول في أول معجزة البريا شوهده قال له يا ابن إبليس فهنا بنقول للمشاهد تتحول من عائلة إبليس إلى عائلة الله هذه أعظم معجزة أعظم معجزة أن قلبك يتغير وتصبح إنسان جديد في المسيح وأحب أراجح معاك أبعى يكون واحد بيحاول يفسدك عن الإيمان ما يغرقش المظاهر واحد اسمه ابن يشوع بار يشوع يعني ابن يشوع يعني ابن يشوع وهو ساحر ونبي كذاب لازل يكون عندك الفطنة الروحية علشان تدرك اللي جاي ده جاي يشجعك يشجع إيمانك ولا جاي يفسدك عن الإيمان زي ما بار يشوهد كان بيحاول يفسد الوالي سرجيوس عن الإيمان حاجة تانية لو أنت مقعد لمعجزة تانية لو أنت مقعد يعني مقعد يعني أنت حاسس نفسك عاجز عن إرضاء الله اسم يسوع يشددك ويعضدك ما تبصش لنفسك لكن بولس لما رأى أن له إيمان قال له قم قم ومنتصبا فوثب اتغير حياته من حياة الشلل والعجز إلى إنسان بيمشي كويس لو أنت حاس نفسك مقعد ومهزوم من الخطيئة ومش قادر تعال حط إيمانك حط إيمانك في المسيح حاجة تالتة بولس هو في السجن يشجعك لو أنت مؤمن الفرح بتاعك لا يرتبط بالظروف فرح رغم الأحزان ولو أنت عامل زي السجان يهيق للسجان ده أقدر أقول عنه شغال في سجن ومحبوس في سجن وكاد نهايته هتبقى سجن لكن طلع من سجن الخطيئة محبوس في سجن سجن الخطيئة طلع من سجن الخطيئة وأصبح مؤمن فاضل أفتيخوس أفتيخوس العنف في الشارع وعن في العلية أفتيخوس اللي بيحتقل خواته وبتصلهم من فوق وجالس جلسة علوية وبيقول مش أنا مستوى روحي أعلى منهم أوعى يا مؤمن تعتبر نفسك أفضل من خواتك هتقع وحتكون وقعتك سودة هتقع صح مش هتهلك ما ماتش بس هتقع تخليك بالطادقة خليك جنب أخوات وخليك سبب بركة لأخوات المعجزة الخامسة شفنا بوليس كان سبب بركة للسفينة كلها 276 واحد نجوا من الغرق والهلاك بسبب بوليس المعجزة السادسة شفنا بوليس لو سلطان على الأفعة ما تخافش من إبليس قاوموا إبليس قاوموا إبليس فيهرب منكم المعجزة السابعة شفاء أبا بوبليوس كان معتري بحمة وهنا الرب يشفيك لما الواحد بكون بحمة بيبقى بيخاترف يعني الواحد لما أنا بتكلمك لك لك لانده كطبيب لما الحرارة تصل لأربعين يحصل خطرافة كده فالرب النهاردة يحط إيده عليك وينتهر الحمة ويديك شفاء روح أولا وإذا عندك مرض ثق كمان في الرب إنه الطبيب الشافي أنا الرب شافيك المحتجون إلى الشفاء شفاه بولس كخادم للرب بولس كرسول المسيح بولس كقديس ربس لقدامه في الصلاة ومعجزات وكان يعطي المجدأ أولا وأخيرا للرب نفسي تصلي معي يعني نفسي كده وانت قاعد قدام التلفزيون غمض عينك وصلي معي أمين قول يا رب يسوع أمين يا رب كتير يا رب أنا قيّي لك أنا قيّي لك عشان تعمل معايا معجزة تعمل معجزة معجزة والمعجزة اللي أنا عايزها النهاردة يا رب هي معجزة تغيير قلبي يا رب شو كتيرا عشت سنين كتيرة في الخطيئة يا رب قول وراي عشت سنين كتيرة في الخطيئة يا رب وانا قيّي لك النهاردة يا رب عشان تنتهر الخطيئة من حياتي يا رب أنا عاجز من بطن أمي مش قادر أمشي في سكتك مش قادر أرضيك يا رب تعال غيرني تعال اعمل معايا معجزة قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحا المستقيما نجدد فيه أحشائي وداخلي يا رب اخسلني بدم الصليب يا رب يا رب ارحمني أنا الخاطئ يا رب اديني الحياة الجديدة يا رب اديني اختبار الولادة الجديدة بصلي من أجلك بصلي من أجلك يا عزيزي المشاهد أنك تختبر أعظم معجزة في حياتك معجزة التغيير معجزة التحرير من سلطان إبليس قال رب كده إن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة لكن قال كده فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار أعظم معجزة يعملها الرب في حياتك هي خروجك من سجن الخطيئة خروجك من سجن إبليس عشان ترنم مع المرنم وتقول كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الأثيم غير مأمول خلاصي ثم نجاني القضية أمين أمين أحبان المشاهدين نشكركم لأنه الليلة سهرتوا معنا هالسهرة بصلي من عماق القلب أنه كل كلمة تقبلوها في قلوبكم تقولون يا رب إذا مشكلة روحية أنه يا رب لهلا أنا مش قابلك رب يشفي إذا مشكلة جسدية كمان الرب قادر أنه يشفي هو إلهنا إله حي نشكر رب من أجل وجودكم معنا في هالعشية بنعمة الرب منذكركم بكرة الدكتور باسم أندريا والأخ غسان بوترس حيكونوا بمطعم ماركوس على الميل الأربطاعش ورايا الساعة سبعة ونص والرب يستخدمهم نشكر وجودكم معنا الليلة وتصبحون على خير فرعون أول من قال أخطأت في الوهود وآية أخر لم يرسل الله ابنه إلى العالم يدين فتح أحد الباب أدخل إليه وأهشى معه وآية أكراه شكراكو اشتركوا في القناة